تعلّمنا سابقاً أنّه لجمع الكسور غير المتشابهة كما يظهر في هذا المثال نستعمل المضاعف المشترك الأصغر للمقامين ثم نجمع بنفس طريقة الكسور المتشابهة في هذا الدرس سنتعلم طرح الكسور غير المتشابهة وذلك بإعادة كتابة أحدهما أو كليهما ليصبح لهم المقام نفسه في هذا المثال الكسر خمسة على ثمانية والكسر نصف كسور غير متشابهة ولطرح نصف من خمسة على ثمانية نعيد كتابة الكسرين باستعمال المضاعف المشترك الأصغر ثمانية فنضرب الكسر نصفاً في أربعة ثم نطرح بنفس الطريقة التي طرحنا فيها الكسور المتشابهة فينتج واحد على ثمانية مثال من واقع الحياة معدل كمية الأمطار في مدينة الرياض في شهر صفر يساوي أربعة على خمسة سنتيمترات وفي شهر ربيع الأول يساوي ثلاثة على عشرة سنتيمترات وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستنتج أن معدل كمية الأمطار في شهر صفر يزيد على معدل كمية الأمطار في شهر ربيع الأول بنصف سنتيمتر يعلمنا هذا الدرس طرح الكسور غير المتشابهة